الأسماء المستعارة كتير في الكتاب حكينا شوية عن طبع استخدامك الأسماء المستعارة والأسماء اخترتها بناء عن إيه كانت لائقة على الأبطال لائقة على الأبطال طبعا دافنك حريك ما تقدريش تقولي الأسامي الحقيقية طبعا طبعا أكيد أكيد ده مفهوم لا وأخذ يبالك الناس برضو بتتخيل أن القصة بحى الزفارها حصلت فعلا لا مش بالشكل ده لأنها على فكرة أنا ممكن ما أقولش اسم وممكن أقول قصة القصة المريضة تتعرف من القصة فده خطر جدا يعني ممكن أنت تعرفي مريضة من القصة بتاعتها أن دي قصة مشابهة فلازم أغير في الأحداث شوية بحيث أن المريض ما يبقاش ملحوظ هو مين أو معروف هو مين فمستحيل تعرفي أي حد فيهم هو مين واستخدمتي الأسماء اللي حدرتك حسيتي أن هي فيها شبه من الشخصية أو من الحكاية اللي بتحكيها دينا مثلا كده مثلا اخترتي اسم كذا لأن شخصيتها كذا يعني مثلا نادية رفعت بتاعت نصف حياة ممكن مثلا أنه هي كان في حد أعرفه على نفس الوزن والاسم ليأ عليها كستة كبيرة نادية بمضى اسم مش دائما منتصف العمر يعني نادية دائما تلاقيه في القبر أكتر أصغيرين في سهم نادية اسم كلاسيك دائما تلاقي اسم كلاسيكي أكتر فهو كان مناسب لشخصيته طيب خلينا نتكلم شوية عن أحمق عاشقة أحمق عاشقة الاسم معناه إيه؟ أو كنت تقصده بيه إيه؟ أقصد العشق الأحمق العشق الأحمق؟ إدمان العلاقات الحد اللي ما بيقدرش يخرج من علاقة يعني طول الوقت هي أخدي بالك أن دي فيها شوية من الشخصية الحدية برضو لأن هي بتدمن العلاقات ما بتصدق تلاقي حد قرب من حياتها بتمسك فيه جدا وبتتعلق بيه ما بتقدرش تسيبه معظم وحضرتك برضو صلحي ليه من خبرة حضرتك أنه معظم العلاقات اللي بيتم إدمانها هي معظمها من العلاقات السامة صح ولا غلط؟ بصي لا مش هقدر أقول أن هي مش تقسك اللي بيوسمة تقسك في ليش هوا بتبقى المشكلة في الشخص اللي بيدمن وليس في العلاقة على فكرة هو ممكن يبقى حد سوي وممكن يكون اللي بيحبه ده سوي جدا بس المشكلة عنده هو المشكلة عنده يعني أنا لو مش قادر أستمر في علاقة هعمل إيه هستمر غصب عني ما أنا أكيد همشي من العلاقة فأنا دلوقتي لا أنا مش عايزة تانية يمشي فدي مشكلة بقى بتفضل بقى طول الوقت تطرده طول الوقت بتتكلم طول الوقت مش قبل الرفض طول الوقت هي حياتها منهارة جدا لأن قمتها مرتبطة بوجود الشخص في حياتها زي ما قلت لك عندها تاريخ من الرفض غير طبيعي فطول الوقت لما تلاقي حد بيقبلها بتمسك فيه هو المسك ده هو التعلق أيوة وهم أم حقيقة مظبوط إيه هو اللي وهم أو حقيقة وده برضو فصل من فصول الكتاب وهم أم حقيقة مقصود بيه الناس اللي هي بتبقى شوية مش عندها ممكن أعراض زهنية يعني العراض الزهنية دي اللي هي الحاجات اللي بتكون أنا مش متأكد منها فمش متأكد أن ده وهمة ولا حقيقة يعني هل ده أنا شايفه بجد ولا لأ هل ده أنا المفروض أعمله بجد ولا ما عملوش وهكذا دي بتبقى شخصيات مترددة بتبقى شخصيات عاملة لا مش مترددة ممكن يبقى عنده مشكلة عقلية اترابر بشكل من أشكال الاترابات بشكل من أشكال الاتراب بالظبط كده فطول الوقت هو مش عارف إذا كان المفروض يعمل ده أو لأ وهكذا وده ساعات بيبقى موجود عند مريض الوسواس إنه هو مش عارف هو عمل الحاجة دي ولا ما عملهاش فطول الوقت هو تردد مردي يعني يعني هني بخصوا قدروا لو قلنا متردد عادي كده هو بيبقى تردد مردي يعني طول الوقت هو بيبقى أبسز بالموضوع ومهوز بالأنا قفلت الشباك ولا لأ أنا قفلت المكتب ولا لأ أنا قفلت النور نتكلم شوية عن الأوهام والخيالات وده ممكن يكون لي علاقة شوية بالوسواس لأنه معظم الناس اللي بيبقى عندها وسواس يمكن أحيانا وسواس مردي طبعا زي ما الدكتور قالت إنه أحيانا بيكون غزبا عنه غزبا عنه بيقلف قصص بيتخيل طبعا يعني أحيانا بيبقى فيه خيالات وأوهام للأسف مؤذية مش مفيدة ده حقيق طول الوقت بيبقى فيه حاجات كمان بياخدوا على أساسها غير مريض الوسواس فيه المرضى العقليني اللي عندهم هلاوس وضلالات فيه حاجات بياخدوا على أساسها كمان سلوك يعني هو لو شك إن فيه حد بيحط له سم في الأكل ممكن يحاول يقتل الحد ده على شمع وهو الحد ده ما بيعملوش حاجة خالص لو أنا بتوشفش معاكي كده على أي حاجة تانية يفتكرنا بنتكلم عليه يفتكرنا بنتكلم عليه تبعا زي أزينة آه بس فيه بقى مراحل يعني فيه حد ممكن تجي له فكرة عابرة كده هم بيكلموا عليه وممكن فيه حد يفتكر إن هم بيكلموا عليه وهم بيكلموا عليه فعلا وممكن حد يتخيل من الهوى إن أي اتنين بيتوشفشوا بيتكلموا عليه و هيعملوا فيه مصيبة الله 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 فيبتدي ياخد مواقف دفاع يعني طيب كلميني عن قصة الجحيم هم الآخرون يعني إيه الجحيم هم الآخرون نفس اللي كنا بنتكلم في دلوقتي الشخص اللي شايف إن الناس هم الجحيم بتاعه هم السبب في أي مشكلة بتحصله هو قول مأسور طبعا الجحيم هم الآخرون بس هو الفكرة إنه بيبعاش بالمنالتي دي بقى يعني طول الوقت هو شايف إن الناس بتاكيد لهم مكايد الناس عايزة تدمره الناس وحشة وهو اللي كويس طول الوقت هو مش شايف إن عنده مشكلة خالص طول الوقت على فكرة ده يعني عرض نفسي للترابات كتير يعني النرجسي ممكن يبقى شايف ده البرانويات ممكن يبقى شايف ده شخص النرجسي والشخص اللي عنده جنون عظمة أو جنون اضطهاد ممكن كلهم ما بيبوش شايفين العيب فيهم مطلقا شايفين إن دايماً الآخر هو اللي عنده المشكلة الناس هيا اللي مدايقاه الناس هيا اللي مزعلاه لو جي العيادة النفسية هيجيبلك الناس اللي مدايقونه أنت تربيهم عشان يعرفوا يتعاملوا معي لكنه ما يعترفش إنه عنده مشكلة ما يعترفش إنه هو اللي عنده مشكلة خالص شيشة طفاح باسم مختلف شيشة طفاح على ستة يعني ما أقدرش أقول كاراكتر ما أقدرش أقول إنها مضطربة بس عندها إيشوز برضو عندها مشاكل هي حد كاتبة وهي طول الوقت هي عندها مشاكل لأن هي برضو غير تقلدية وعايزة تعيش براحتها وفي حاجات كتير وهي عانت من الرفض برضو فطول الوقت هي عايزة تلفت النظر وطول الوقت عايزة تبقى متشافة وده بيجي للأسف على حساب الناس اللي حواليها إن حد يبقى مرتبط بيها عايزها يمتلكها وهي مش عايزة حد يمتلكها فطول الوقت هي عايزة تعيش براحتها وده بيعمل لها برضو مشاكل شيشة طفاح ريليتد أو العلاقة بإن هي كانت قاعدة في كافية بتشرب شيشة طفاح وبتفكر في حياتها بقى بتمشي قدامها زي شريط السينما كده اشتركوا في القناة